عندنا دايماً أخبار كتير ولكن الأخبار المهمة أو البداية دايماً بتكون من النادي الأهلي خبر مهم جداً لزيارة كابتن محمود الخطيب لنجم الأهلي محمود متولي عارفين حضركم أنه محمود متولي كان أجرى جراحة الرباط الصليبي خلال الساعات اللي فاتت علشان طبعاً النهاردة كابتن أهو زي ما حضركم شايفين في الصور كان بتطمن على حالته الصحية بعد إجراء الحمد لله جراحة نجحة في الرباط الصليبي زي ما قلنا الساعات اللي فاتت الكابتن خطيب كان بيرافقه في هذه الزيارة كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة بالفريق كابتن خطيب كان طبعاً بيشد من أزر اللاعب كان بيتمنى له بالشفاء العاجل وأنه يعود بشكل أقوى للملاعب وأكد أنه النادي الأهلي في صفه ودايماً داعم له في إصابته وثقة الجميع الحقيقة فيه عزمته وقدرته على تخطي الإصابة والعودة مرة تانية لدعم الفريق من جديد كان زي ما حضراتكم عارفين وتبعنا يمكن الخبر ده إنه محمود متولي كان أصيب في الرباط الصليبي إصابة كاملة وأجرى الحمد لله الجراحة دي على إيد الدكتور أحمد عبد العزيز طبعاً هو محمود اللي طلب أنه يجري هذه الجراحة يعني مع دكتور أحمد وكان دا عن طريق سيد عبد الحفيز طبعاً علشان بيثق فيه وثقة الجميع أيضاً بقدراته وخبراته العالمية في مثل هذه الجراحات تحديداً الخبر دا كان لازم يكون أول خبر وكان لازم نقف عنده علشان هو دا الأهل يا جماعة هو دا البيت الكبير اللي بيجمعنا كلنا كلنا بنقدر بعض وبنقف جنب بعض وبنعرف كويس قوي نقدر اللي قدرنا الأهلي حكاية كبيرة جداً وحدوطة مصرية فيه ناس بتخرج من الصف بس بتندم حقيقة بتندم وبترجع والأهلي مش مجرد ماتش ولا بطولة زي ما أنتوا عارفين الأهلي كان كبير بكمهوره باسمه برموزه يا كابتن هيد طبيعي زي ما أنت بتقولي طبعاً يعني مش هقول لفتة طيبة من الكابتن محمود الخطيب لأننا نحن متعودين على إدارات النادي الأهلي إنها دايماً بتوقف جنب لعبتنا في المواقف الصعبة وزي ما أنت قلت يمكن اللي بيعيش جوه كياني النادي الأهلي وبيحس أحب جماهير النادي الأهلي وبيحس أديل سوفورت الجماهير النادي الأهلي وإقدارة النادي الأهلي النهاردة بيحس بيه النهاردة محمود متولي في ظروف صعبة جداً الله يكون في عونه الموضوع بالنسبة له أكيد صعب وبالنسبة طبعاً لجماهير النهاردة الزيارة دي بتنم على طبعا البيت الكبير يعني زي بنقول النادي الاهلي بيت كبير واحد من العيلة حصلت لأصابة بتلاقي كل العيلة حواليه نتمنى طبعا يا رب النهاردة للشفاء الكامل لمحمود متولي لعبنا الكبير ويرجع ان شاء الله بألف سلامة